سندات الصرف يتم الدخول إليها من إدارة الحسابات العمليات سندات الصرف سؤال متى نستخدم شاشة سندات الصرف للإجابة على هذا السؤال سوف نقوم بعرض بعض الأمثلة والحالات التي من خلالها يتم استخدام شاشة سندات الصرف يتم استخدام شاشة سندات الصرف سواء أكانت نقدا من الصندوق أو شيك من البنك في الحالات التالية عند شراء الأصول نقدا وأكرر الأصول نقدا لأن البعض لا يفرق ما بين الأصول والأصناف لذلك عند شراء الأصول أي التي يتم استخدامها في النشاط وليس بغرض البيع في مثل هذه الحالة يتم عمل سند صرف إذا كان نقدا ويقصد بالأصول وما يتم استخدامه في النشاط وليس بغرض البيع مثل ماذا؟ مثل الأثاث وسائل النقل الآلات والمعدات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها أما الأصناف بين قوسين البضائع فإنه يتم شراءها ومن ثم تخزينها الغرض منها البيع لذلك عند شراء الأصناف فإنه يتم عمل إما توريد مخزني في إدارة المخزون أو فاتورة المشتريات الأصناف مثل المواد الغذائية الملابس الأدوية وغيرها من الأصناف التي يتم شراءه وتخزينه بغرض البيع كذلك من استخدامات شاشات سندات الصرف عند سدات دفعة من الحساب للموردين في حالة كان على شركتنا الخاصة التزام أو دين للموردين فإنه عند سدات دفعة من تلك الالتزامات أو دفعة من ذلك الحساب أو الدين فإنه يتم عمل سند صرف نقدا أو شيك كذلك يتم استخدام شاشة سندات الصرف عند سداد المصروفات المتنوعة سواء كانت شهرية أو غيرها مثل مصروفات الكهرباء الماء الإجارات التلفونات وغيرها من المصاريف المتنوعة كذلك عند سداد أو صرف مرتبات الموظفين في نهاية الشهر أو منح الموظفين سلف أو عهد أو علاوات أو بدل سفر في مثل هذه الحالة عند سدادها نقدا يتم عمل سند صرف كذلك يتم عمل سندات صرف واستخدام شاشة سندات الصرف عند إيدع مبلغ من الصندوق إلى البنك أو تحويل مبلغ من الصندوق إلى البنك هناك حالات كثيرة ومتنوعة لاستخدام شاشة سندات صرف لكن قاعدة عامة يفضل عند صرف أو إخراج أي مبلغ من الصندوق أو البنك أن يتم عمل سند صرف نقدي إذا كان المبالغ التي تم إخراجها من الصندوق أو بشيك إذا كانت من البنك نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات الصرف نلاحظ في شاشة سندات الصرف أنها مقسمة إلى جزئين الجزء العلوي والجزء السفلي في الجزء العلوي يتم إدخال الصندوق التي تم إخراج وصرف المبلغ من مثلا عند الذهب إلى رقم الصندوق ما عليك إلا ضغط على التسعة نلاحظ ظهور الصناديق بالعملات المختلفة التي تتعامل مع الشركة كذلك يتم إدخال إجمالي مبلغ هذا السند أما في الجزء السفلي من شاشة سندات الصرف فإنه يتم إدخال الحسابات المتأثرة أي عند شراء أصول مختلفة يتم إدخال حسابات الأصول في الجزء السفلي عند سداد دفعة من حساب للموردين يتم إدخال حسابات الموردين في هذا الجزء عند سداد المصرفات المتنوعة مرتبات الموظفين تحويل أي مبلغ من الصندوق إلى البنك أو إلى مكان آخر فإنه يتم إدخال الحساب المتأثر في هذا الجزء السفلي من الشاشة الآن نقوم بعرض بعض التطبيقات الواقعية من الشركات على كيفية استخدام شاشة سندات الصرف أمثلة على سندات الصرف النقدية مثلا التطبيق الأول تم شراء جهاز كمبيوتر مكتبي بمبلغ 120 ألف ريال دفئت نقدا تم شراء من شركة الماجد التجارية الآن نقوم بإدخال هذا المثال في شاشة سندات الصرف وشرح خطوات استخدام شاشة سندات الصرف في البداية نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم نقوم باختيار رقم الصندوق وذلك إما بإدخال مباشرة أو الضغط على F9 طبعا رقم الصندوق لا بد أن تكون مضافة في شاشة أخرى تسمى شاشة الصناديق نقوم فقط بالضغط على F9 ونقوم باختيار الصندوق طبعا تم الدف من الصندوق ريال يمن نقوم باختياره بالضغط عليه مرتين ثم التحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ ظهور رقم الصرف المبلغ الذي تم دفعه 120 ألف ريال رقم المرجع ويقصد برقم المرجع هو رقم فاتورة الشراء نحن عندما نقوم بعملية الشراء من الشركات أو المحلات يقوم بإعطانا فاتورة مشتريات فرقم المرجع هو يمثل رقم فاتورة الشراء جهاز الكمبيوتر المكتبي مثلا رقمها 45 البيان هنا نقوم بإدخال الشركة التي تم الشراء منها هي شركة الماجد التجارية الآن ننتقل إلى جزء السفلي من الشاشة نقوم الآن بإدخال ما تم شراءه الذي هو جهاز كمبيوتر المكتبي أي الحساب المتأثر وجهاز الكمبيوتر المكتبي ويتم البحث عنه بطريقتين الطريقة الأولى إما من خلال اسم الحساب أو جزء من اسم الحساب والطريقة الثانية عن طريق رقم الحساب أنا أفضل في الواقع العملي أن يتم البحث عن طريق اسم الحساب لذلك ننتقل إلى اسم الحساب ونقوم بإدخال رمز النجمة ونقوم بإدخال اسم الحساب كامل أو جزء من اسم الحساب مثلا جهاز كمبيوتر نكتب كمبيوتر ثم الضغط على F9 نلاحظ ماذا ظهور اسم الحساب مباشرة نقوم باختيار وضغط عليه مرتين التحرك بالتاب أو بالموس في البيان نقوم بشرح العملية مثلا شراء جهاز كمبيوتر مكتبي نقدا من شركة الماجد مثلا بموجة فاتور رقم 45 نقوم بكتابة هذه البيانات وبعد إدخال البيان نتحرك بالتاب أو بالموس نقوم بإدخال مبلغ هذا السند أي هذا المبلغ له 120 ألف ريال مركز التكلفة في حالة أن الشركة تستخدم مراكز التكلفة نقوم بتحديد واختيار المركز أما إذا كانت الشركة لا تستخدم أي مركز فلن يطلب منك النظام إدخال واختيار مركز التكلفة نقوم الآن بعملية الحفظ في حالة إذا ما أردنا مثلا طباعة هذا السند ما عليك إلا الضغط على زر الطباعة هل تريد إرسال التقارير إلى الطابعة في حالة كان الجاز موصل بالطابعة نقول نعم أما إذا ما أردنا فقط استعراض التقرير وسند الصرف ما علينا الضغط على زر أو اختيار لا نلاحظ نلاحظ ظهور سند الصرف بالشكل الظاهر أمامكم الصرف الأخ أو الأخ شركة الماجد شارية مبلغ وقدره 120 ألف ريال يظهر الحساب متأثر ثم يقوم بالتوقيع الأشخاص المسؤولين الظاهر أمامكم الآن نقوم بالخروج الآن بعد عملية الحفظ ومن أجل التأثير المالي ننتقل إلى خطوة الثانية وهي عملية الترحيل لذلك نقوم بالخروج من سند الصرف نذهب إلى شاشة الترحيل السندات النقدية نقوم بالضغط على سند صرف ونختيار سند نضغط على مرتين ماذا نلاحظ سوف يطر منك النظام إدخال رقم الصندوق لابد أن تقوم بتحديد رقم الصندوق الذي تم الصرف منه نقوم بالضغط على التسع واختيار صندوق ريال يمني ثم نتحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ ظهور رقم السند والتاريخ نقوم بالتأشير على ترحيل إذا ما أرد نستعراض السندات قبل ترحيلها ما عليك لذلك إلى التاريخ والضغط بالزر الأيمن نلاحظ ظهور السند الآن نقوم بعملية التأثير المالي من خلال الترحيل بعد عملية الترحيل الخطوة الثالثة في حالة إذا ما أردنا مثلا استعراض التقارير الخاصة بحساب مثلا كشف حساب الصندوق ما عليك إلا خروج من شاشة الترحيلات الدخول إلى التقارير كشفات الحسابات الحسابات الفرعية ونقوم بالبحث على حساب مثلا الصندوق في مثل هذه الحالة هناك طريقة للبحث على الحسابات إما من خلال اسم الحساب أو جزء من اسم الحساب أو من خلال رقم الحساب إذا ما بدأنا مثلا عن طريق اسم الحساب الباح نكتفق الصندوق ثم إفخ تسعة ونختار صندوق ريال يمني هالطريقة الأولى الطريقة الثانية تتم من خلال البحث عن طريق رقم الحساب تقوم بإدخال رقم الحساب أو جزء من رقم الحساب ثم الضغط على إفتسعة سوف تظهر لك جميع الصند تقوم باختيارها الآن نقوم بعمليات الطباعة سوف يظهر كشف الحساب بالشكل الظاهر أمامكم كشف حساب من تاريخ إلى تاريخ حساب صندوق ريال يمني طبعا الرصيد الافتتاح هذا موجود مسبقا في بداية النشاط المالي ثم نلاحظ ماذا صرف نقدي من الصندوق أي يحدد لنا سنة الصرف رقم واحد لمن تم الصرف شركة المتنية مبلغ 120 ألف ريال طبعا يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الذي ينفذ النظام آليا في سندات الصرف لمعرفة ومتابعة القيود المنفذة آليا في نظام يمنسفة المتكامل يتم الدخول للتقارير اليومية العامة نوع المستند سند صرف نوع القيد نقدي مثلا ثم نحدد مثلا رقم الصندوق صندوق رياليمني ثم نقوم بتعديل التاريخ مثلا ثم نقوم بالطباعة نلاحظ سوف يظهر القيد المحاسب الخاص بسندات الصرف على النحو التالي من حساب جهاز كمبيوتر طرف مدين لأنه أصل زاد إلى حساب الصندوق طرف دائن لأنه أصل إن خفض إذا ما عدنا مرة أخرى إلى سندات الصرف كقاعدة عامة وملاحظة عامة يمثل الجزء العلوي من شاشة سندات الصرف الذي هو حساب الصندوق يمثل دائما طرف دائن لأنه إن خفض أما الجزء السفلي من شاشة سندات الصرف فتمثل الطرف المدين الآن نقوم بعرض مثال آخر لاستخدام شاشة سندات الصرف تم سداد مبلغ 340 دولار دفعة من الحساب لشركة عبدالرقيب المغربي أي أن 340 دولار هي دفعة أو جزء من الدين أو الالتزام الذي على الشركة الخاصة بناء للدائن أو للمورد شركة عبدالرقيب المغربي في مثل هذه الحالة وعند السداد نقدا يتم عمل سند صرف من الصندوق نقوم الآن بإدخال هذا البيان في شاشة سندات الصرف نقوم بالضغط على زر الإضافة نلاحظ ظهور تاريخ السند آليا نقوم الآن باختيار الصندوق الذي تم السدد منه وذلك بالضغط على F9 أو ادخال رقم الصندوق مباشرة صندوق دولار نقوم بالضغط عليه مرتين نتحرك بالتاب نلاحظ ظهور رقم المستند آليا الآن نقوم بإدخال المبلغ الذي تم سداده للمورد شركة عبدالرقيب المغربي 340 دولار ونلاحظ أن النظام سيقوم آليا بإظهار المبلغ بالعملة المحلية لمبلغ الذي تم سدده بالدولار هذا سعر الصرف المبلغ الذي تم سداده المبلغ المقابل له بالمحلي رقم المرجع يمثل رقم سند القبض الذي سنحصل عليه من شركة عبدالرقيب المغربي في حالة وجد البيان شركة عبدالرقيب المغربي الآن نقوم بالبحث على شركة عبدالرقيب المغربي ويتم ذلك بعد الطرق إما من خلال إدخال رقم المورد مباشرة أو البحث عن طريق الاسم أو إدخال جزء من رقم الحساب نقوم بالبحث عن طريق الاسم نقوم بإدخال رمز النجمة ثم نكتب عبدالرقيب ثم الضغط على إفتسعة نلاحظ ظهور شركة عبدالرقيب المغربي دولار نقوم بالضغط عليها مرتين والتحرك بالتاب أو بالماوس في البيان نقوم بشرح العملية سداد دفعة من الحساب بموجب سنتقض رقم ونتحرك بالتاب أو بالماوس نذهب إلى المبلغ الأجنبي ونقوم بإدخاله 340 دولار نلاحظ أن النظام سوف يقوم بإظهار المبلغ بالعملة المحلية في حالة وجود مركز التكلفة يتم اختيار بالضغط على إفتسعة واختيار مركز التكلفة إذا الشركة تستخدم مركز تكلفة الآن نقوم بعمليات الحفظ ومن أجل طباعة هذا المستند السند الصرف نقوم بالضغط على زر الطباعة إذا أردنا استعراضي فقط نقوم بالضغط على لا يظهر سند الصرف بالشكل الظاهر أمامكم بالصرف والإخوة شركة عبدالرقيب مبلغ وقدره 340 دولار سداد دفعا من حساب موجود بالسند الآن نقوم بعملية التأثير المالي بعد عملية الحفظ وذلك من خلال الخطوة الثانية بعد عملية إثبات العمل والحفظ هي عملية ترحيل سند الصرف نخرج من شاشة سندات الصرف نذهب إلى قائمة الترحيل السندات النقدية نقوم بإدخال رقم الصندوق مباشرة 2 أو الضغط على F9 واختيار صندوق دولار ثم التحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ ظهور سند الصرف رقم الصند تاريخ نقوم بالتأشير على ترحيل إذا ما أردنا استعراض الصند قبل ترحيل اللي التأكد من نقوم بالضغط على التاريخ مرتين وبالزر الأيمان نلاحظ ظهور السند أمامكم الآن نقوم بعملية ترحيل الخطوة الثالثة إذا ما أردنا مثلا طباعة كشف حساب شركة عبد الرقيب المغربي بعد إثبات العملية وترحيلها نقوم بالدخول للتقارير كشفات الحسابات الحسابات الفرعية اسم الحساب نقوم بإدخل رقم الحساب مباشرة أو البحث عن طريق اسم الحساب أو جزء من اسم الحساب نقوم بإدخل رقم ذا النجمة ثم نكتب مثلا عبد الرقيب ثم إفتسعة ظهور الحساب نقوم بالتعشر عليه مرتين ثم طباعة نلاحظ ظهور كشف حساب من تاريخ إلى تاريخ شركة عبد الرقيب المغربي دولار نلاحظ رصيد الافتتاح كان ظاهر أمامنا أمر توريد مغزني لكم مبلغ سبعة ألف أو سبعة عشر ألف وثلاثمائة وستين دولار ثم صرف نقدي أو سدد في عام الحساب الذي قمنا بعمل قبل قليل الآن نلاحظ إجمالي المبلغ أو الرصيد المحلي لشركة عبد الرقيب المغربي إذن يظهر كشف الحساب بالشكل الظاهر أمامكم يتساءل البعض ما هو القيد المحاسبي الذي يقوم النظام بتنفيذه آليا طبعا القيد المحاسبي سوف يكون من حساب شركة عبد الرقيب المغربي إلى حساب الصندوق لمعرفة القيود المحاسبية التي ينفذها النظام آليا نخرج من شاشة كشفة الحسابات نذهب إلى قائمة التقارير اليومية العامة نوع المستند سند صرف نوع القيد نقدا رقم الصندوق دولار ثم نقوم بإدخال رقم سند الصرف الذي تم تنفيذه الذي هو اثنين أو تركوه فاضيا سوف تظهر جميع سندات الصرف التي تم تنفيذها ثم نقوم بعملية اضطباع سوف يظهر القيد اليومي الخاص بسند الصرف بالشكل الظهر أمامكم من حساب شركة عبد الرقيب المغربي مدين إلى حساب الصندوق دائن كقاعدة عامة حساب الصندوق في سندات الصرف يكون طرف دائن أي أن القيد المحاسبي من حساب شركة عبد الرقيب المغربي مدين إلى حساب الصندوق دائن نعود مرة أخرى إلى سندات الصرف لعرض مثال آخر لاستخدامات سندات الصرف يتساءل البعض كيف يمكن البحث على سندات الصرف التي تم تنفيذها سابقاً وكيف يمكن استعراضها للإجابة على هذا السؤال سنوضح طريقتين للبحث واستعراض سندات الصرف التي تم تنفيذها سابقاً الطريقة الأولى سوف تكون من شاشة سندات الصرف مباشرة الطريقة الثانية سوف تكون من قائمة التقارير أما خطوات استعراض والبحث على سندات الصرف من شاشة سندات الصرف مباشرة ما عليك إلى اتباع الخطوات التالية الضغط على زر الباحث ثم الذهاب إلى رقم الصندوق وتحديد الصندوق الذي نريد البحث على السندات التي تصرفت من الضغط على أف تسعة مثلاً صندوق دولار ثم نجعل المؤشر عند رقم المستناد ثم الضغط على أف ثمانية سوف تظهر لك هذه الشاشة المتعلقة بعملية البحث تستطيع البحث من خلال أرقام السندات أي أن تقوم بطرح وضع وتحديد من رقام إلى رقام تحدد طبيعة البحث وطبيعة السندات هل مرتبطة في شيكة أو بنقدي مثلاً نحدد نقداً تستطيع تحديد كذلك التاريخ تستطيع تحديد بناء على الحساب الذي تم تأثيره من خلال سندة صرف هناك ثلاثة خيارة ظاهرة أمامكم في أسفل الشاشة الخيار أول المرحلة سوف يقوم باستعرض جميع السندات التي تم ترحيلها والتأثير المالي لها فنقوم بالتأشير على مرحلة ثم بحث سوف تظهر لك جميع السندات التي تم ترحيلها مرحلة إذا ما أردنا استعراض البيانات الخاصة بهذه السندات نقوم باختيار أي سند مثلاً رقم 2 ونقوم بالضغط عليه مرتين سوف تظهر البيانات المرتبطة بهذا السند بالشكل الظاهر أمامكم نلاحظ أن السند مرحل لذلك إذا ما قمنا بعملية تعديل نلاحظ ظهور الرسالة التالية رقم مستند مرحل أي لا يمكن التعديل هذا بالنسبة للسندات المرحلة أما السندات الغير مرحلة فما عليك للضغط على زر الباح وتحديد الصندوق من نفس الطريقة السابقة ثم فثمانية والتعشر على غير مرحلة ثم باح يظهر هذا السندات غير مرحل إذا ما قمنا بالضغط عليه واستعراضه يظهر بالشكل الظاهر أمامكم تستطيع أن تعرف أنه غير مرحل أنك تستطيع التعديل عليه إذا ما قمنا بالضغط على زر التعديل نلاحظ ماذا نستطيع تعديل الحساب المبلغ إضافة بيان وهكذا نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا استعراض جميع السندات سواء المرحلة وغير المرحلة ما عليك إلا الضغط على زر الباح ثم 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 تحدد الصندوق نقدي ثم الضغط على الكل تختار الكل ثم باح نلاحظ تظهر جميع السندات المرحلة والسندات الغير مرحلة الآن قمنا بتوضيح طريقة الباح واستعراض على السندات سواء المرحلة أو غير المرحلة أو الكل من شاشة سندات الصرف أما الطريقة الثانية يمكن استعراض سندات الصرف من خلال قائمة التقارير إذا ما خرجنا من هذه الشاشة ذهبنا إلى قائمة التقارير السندات السندات النقدية تظهر لك هذه الشاشة الخاصة بالسندات سواء كانت الصرف أو قب نختار الصرف مثلاً ثم تستطيع أن تختار إحدى الخيارات الظاهرة أمامك بحيث تلبي رغباتك في طريقة البحث إذا ما أردت مثلاً استعراض جميع سندات الصرف سواء كانت من الصندوق ريال إلى الصندوق دولار وأردت أن تبحث عنها بشكل تحليلي بحيث تظهر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بكل سنة تختار نوع التقارير التحليلي ثم تقوم بعملية الطباعة سوف تظهر سندات الصرف بالشكل الظاهر أمامكم سند الصرف رقم المستند إذا ما أردت نستعرض بقية السندات نقوم بضغط على السهم الأسود في على الشاشة نلاحظ وظهر لك جميع السندات بشكل تحليلي وتفصيلي أما إذا ما أردت مثلاً أن تكون هذه السندات بشكل إجمالي ما عليك أن تختار إجمالي ثم تقوم بالضغط على زر اتباعه نلاحظ أن جميع السندات تظهر في صفحة واحدة مرقمة المبالغ وجميع العملية التي تمت عليها بشكل إجمالي بشكل إجمالي طبعاً تستطيع استعراض كذلك السندات المرحلة وغير المرحلة والكل نكون بهذا قد أوضحنا طريقتين للبحث واستعراض سندات الصرف إما من خلال شاشة سندات الصرف نفسها أو من خلال التقارير واستعراضها بشكل إما إجمالي أو تحليلي قد يتساءل البعض هل بالإمكان معرفة رصيد الحساب معين في شاشة السندات الصرف مباشرتان للإجابة على هذا السؤال نعم تستطيع ذلك بكل سهولة إذا ما أردنا مثلاً معرفة رصيد شركة عبد الرقيب المغربي نقوم بالبحث على هذا الحساب عن طريق الاسم ثم الضغط على F9 ثم نختار شركة عبد الرقيب المغربي بمجرد نزول وظهور رقم حساب شركة عبد الرقيب المغربي نقوم بجعل مؤشر عند الحساب مباشرة أو رقم الحساب ثم نقوم بالضغط على F2 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور هذه الشاشة رصيد الحساب طبعاً شركة عبد الرقيب المغربي بالدولار فالنظام يقوم بإظهار المبلغ بالدولار وما يقابله بالريال أو بالعملة المحلية فرصيد الافتتاح كان لشركة عبد الرقيب المغربي كمورد أو كالتزام علينا على الشركة الخاصة بنا 1300 سالب لماذا سالب؟ لأنه طرف دائم تم سداد مبلغ 350 دولار المتبقي له وتم شراء منه بضاعب هذا المبلغ المبلغ المتبقي له أو الرصيد المتبقي له هو 18310 دولار 18310 دولار إذن أكرر مرة ثانية ما عليك إلا أن تقوم بجعل المؤشر عند رقم حساب ثم الضغط على F2 سوف يظهر الرصيد المتبقي باشرة أما إذا ما أردت معرفة الرصيد بشكل تحليلي فعليك طباعة كشف حساب هذا العميل ولمعرفة ذلك نخرج من شاشة سندات الصرف نذهب إلى قائمة التقارير تشوفات الحسابات حسابات الفرعية ونقوم بالبحث إما عن طريق رقم الحساب أو اسم الحساب أنا أفضل عن طريق اسم الحساب عبد الرقيب ثم الضغط على F9 يظهر الحساب شركة عبد الرقيب المغربي نقوم بالضغط عليه ثم طباعة نلاحظ ظهور كشف تفصيلي وتحليلي لشركة عبد الرقيب المغربي الرصيد الافتتاحي المبالغ التي لهم طرف دائن والمبالغ التي تم تسديدها من الحساب ثم الرصيد المتبقي في نهاية التقارير لكن بهذا قد أوضحنا طريقة البحث على الرصيد سواء من نفس شاشة سندات الصرف أو بشكل تفصيلي وتحليلي من كشف الحساب الخاص بذلك الحساب نقوم الآن بعرض مثال آخر لاستخدام شاشة سندات الصرف في حالة تم سداد مصاريف شهرية أو أسبوعية أو يومي أو أي مصاريف أخرى نقدة من الصندوق فإنه يتم استخدام شاشة سندات الصرف نقوم الآن بعرض بعض الأمثلة الخاصة بالمصاريف التي يتم سدادها في نهاية شهر سبتمبر مثلا تم سداد المصروفات الشهرية التالية في نهاية شهر سبتمبر المصروف الظاهرة أمامكم مبالغ المصاريف، مصاريف الإيجار، مصاريف الكهرباء، اشتراك النت الآن نقوم بإدخال هذه الحسابات وهذه المصاريف كي يتم سدادها نقدا من الصندوق باستخدام سند صرف نقدا أولا نقوم بالضغط على زر الإضافة يظهر التاريخ آليا نتحرك بالماوس أو بزر التاب من الكيبورد نقوم الآن بإدخال رقم الصندوق إما إدخاله مباشرة أو الضغط على F9 واختيار الصندوق صندوق ريال نقوم الآن بإدخال إجمال المبلغ 9750 ريال إجمال المصاريف كاملتان البيان سداد مصاريف شهر سبتمبر الآن نقوم بالبحث وإدخال أرقام الحسابات الخاصة بتلك المصاريف هناك طريقة لإدخال تلك الحسابات إما البحث من خلال اسم الحساب أو من خلال رقم الحساب أو الطريقة الثالثة هو الضغط على F9 لكنها طريقة طويلة بحيث في حالة كان لديك حسابات كثيرة فإن عملية البحث على الحسابات تعتبر متعبة قليلا لذلك أنا أفضل في الواقع العملي أن يتم البحث إما عن طريق رقم الحساب أو اسم الحساب وأفضل عن طريق اسم الحساب ما عليك إلى الذهاب إلى اسم الحساب وإدخال رمز النجمة وكتابة مثلا إيجار ثم الضغط على F9 نلاحظ ظهور حساب الإيجارات نقوم بالضغط عليه مرتين والتحرك بالتاب أو بالماوس ونقوم بكتابة البيان سداد إيجار شهر سبتمبر ثم التحرك بالتاب أو بالماوس ونقوم بإدخال المبلغ 70 ألف ريال والتحرك بالتاب أو بالماوس في حالة أن الشركة تستخدم مراكز تكلفة يتم الضغط على F9 واختيار المركز أما إذا كانت الشركة لا تستخدم أي مركز أو أن هذه المراكز اختيارية فليس ضروري أن يتم اختيار هذا المركز الآن ننتقل للحساب الثاني نقوم بإدخال رمز النجمة ثم نكتب مثلاً كلمة كهرباء ثم الضغط على F9 مصاريف الكهرباء نقوم بالضغط عليها واختيارها ثم كتابة البيان سداد مصاريف الكهرباء الخاصة بشهر سبتمبر بمجفة تورة رقم 50 مثلاً نقوم بإدخال المبلغ 25 ألف ريال نتعرك بالتابة أبو الموس الآن نقوم بإدخال اشتراك النيت نتخل رمز النجمة ونكتب مثلاً نت ثم F9 الاشتراك الشهري للنيت نقوم بالاختياره البيان سداد مصاريف اشتراك النيت الشهري بمجفة تورة رقم مثلاً 60 نتحرك بالتابة نقوم بإدخال المبلغ أربع الف سبمائة وخمسين كمثال أربع الف سبمائة وخمسين بعد إدخال جميع المصاريف نقوم بالضغط على زر الحفظ إذا ما أردنا طباعة هذا السناد نقوم بالضغط على زر الطباعة في حالة أردنا فقط استعراضه نقوم بالضغط على لا يظهر بالشكل الظاهر أمامكم سنتصرف المبالغ الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسبي من خلال الترحيل نخرج الآن من الشاشة نذهب إلى قائمة الترحيل السندات النقدية سنتصرف نقوم بتحديد رقم الصندوق بالضغط على F9 صندوق ريال يمني ثم التحرك بالتاب أو بالماوس ونقوم باختيار السند الذي تم سداده إذا أردنا استعراضه بالزر العيمان سوف يظهر الآن نقوم بعملية الترحيل القيدة المحاسبة المنفذ آلياً يتم الدخول للمتقارير في حالة أردنا فقط على استعراض اليومية العامة نوع المستند سند صرف نقداً صندوق ريال يمني ثم نقوم بتحديد رقم السند ثلاثة ثم نقوم باتباعه سوف يكون القيدة المحاسبة الخاص بسند الصرف النقد الذي تم سداد المصروفات من خلاله من مذكورين من حساب الإيجارات مصاريف الكهرباء الاشتراك الشهر للإنترنت إلى حساب الصندوق أي أن حساب الصندوق دائماً في سندات الصرف يكون دائماً نعود مرة أخرى إلى سندات الصرف وعرض مثال آخر لاستخدام شاشة سندات الصرف نوضح الآن مثال آخر لاستخدام شاشة سندات الصرف عندما نقوم بتحويل مبلغ من الصندوق إلى البنك أو إيداع مبلغ من الصندوق إلى البنك فإنه يفضل أن يتم عمل سند صرف نقوم الآن بعض المثال تم إيداع مبلغ 2300 دولار في حساب الشركة في بنك التضامن الإسلامي بموجب إشعار إيداع رقم 23 نقوم الآن بإدخال هذه البيانات في شاشة سندات الصرف على النحو التالي نقوم بضغط على زر الإضافة سوف يظهر تاريخ السند آلياً رقم الصندوق نقوم بإدخاله مباشرةً أو البحث عن طريق F9 صندوق دولار نقوم بإدخال المبلغ 2300 دولار رقم المرجع أي رقم إشعار الإيداع 23 ثم البيان إيداع بنكي الآن نقوم بإدخال حساب البنك الذي تم الإيداع إليه ويتم البحث عنه من خلال إما اسم البنك مثلاً نكتب التضامن ثم F9 نلاحظ ظهور اسم البنك مباشرةً أو الطريقة الثانية أن يتم إدخال رقم الحساب مباشرةً واحد اثنين اثنين نلاحظ ظهور مباشرةً الطريقة الثالثة للبحث على الحسابات هو أن نكون حافظين جزء من رقم الحساب مثلاً الحساب الرئيسي للبنكو واحد اثنين اثنين ثم الضغط على F9 نلاحظ سوف تظهر جميع البنوك الظاهرة أمامك نقوم باختيار أحدها بنك التضامن إسلامي دولار نقوم الآن بتوضيح العملية وشرحها من خلال بيان إيداع بنكي من الصندوق مثلاً رقم الإيداع ثلاثة وعشرين نقوم بإدخال المبلغ الفين وثلاثمائة دولار نقوم الآن بعملية الحفظ إذا ما أردنا طباعة هذا السند نقوم بالطباعة إذا ما أردنا فقط الاستعراض نقوم بالضغط على لا يظهر سند الصرف الخاص بتحويل وإيداع المبلغ من الصندوق إلى البنك بالشكل الظاهر أمامكم إيداع بنكي والحساب المتأثر والمبلغ الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسب من خلال الترحيل نخرج من الشاشة نذهب إلى قائمة الترحيل سندات نقدية صرف نحدد رقم الصندوق بالضغط على F9 صندوق دولار ثم نتحرك بالماوس أو بالتاب سوف يظهر مباشرة نقوم بالتأشير عليه إذا ما أردنا الاستعراض بالزر الأيمن نلاحظ ظهور السند نقوم الآن بالترحيل إذا ما أردنا مثلا معرفة وطباعة كشف حساب البنك يتم الدخول للتقارير طبعا بعد عملية الترحيل كشفات الحسابات الحسابات الفرعية نقوم بالبحث على حساب البنك من خلال الاسم التضامن أو من خلال رقم الحساب هناك عدة طرق للبحث على الحسابات ثم F9 نقوم باختياره ثم طباعة سوف يظهر كشف حساب البنك بالشكل الظاهر أمامكم الرصيدة الافتتاحي سند الصرف الذي من خلاله تم الإيداع يظهر بالشكل الظاهر أمامكم تاريخ السند نوع المستند إيداع بنكي من الصندوق ثم مبلغ سند الصرف الآن للمعرفة القيد المحاسب المنفذ آليا سوف يكون القيد من حساب البنك إلى حساب الصندوق نستطيع الاطلاع على هذه القيود المنفذة آليا من خلال الذهب إلى قائمة التقارير اليومية العامة نوع المستند صرف نوع القيد نقدا ثم نحدد الصندوق دولار نحدد رقم السند خمسة ثم طباعة يظهر سند الصرف بالشكل الظاهر أمامكم من حساب بنك التضامن الإسلامي دولار المبلغ 2300 دولار هذا المقابل له بالمحلي إلى حساب الصندوق دولار كقاعدة عامة حساب الصندوق في سندات الصرف يكون دائن تساءل البعض كيف يمكن البحث عن سندات الصرف التي تم تنفيذها وتم حفظها لإجابة على هذا السؤال نقوم بالدخول إلى إدارة الحسابات العمليات سندات الصرف هناك طريقتين للبحث واستعراض سندات الصرف التي تم تنفيذها الطريقة الأولى من نفس شاشة سندات الصرف الطريقة الثانية من قائمة التقارير الخاصة بالسندات في تقارير إدارة الحسابات نبدأ بالطريقة الأولى البحث واستعراض سندات الصرف من نفس الشاشة ما عليك للضغط على زر البحث ثم نذهب إلى رقم الصندوق ونقوم بتحديد رقم الصندوق الذي تم الصرف منه يتم ذلك إما بإدخال رقم الصندوق مباشرة أو الضغط على F9 واختيار رقم الصندوق صندوق ريال مثلا ثم التحرك بالتاب أو بالماوس وجعل المؤشر عند رقم المستناد ثم الضغط على F8 نلاحظ ظهور هذه الشاشة الخاصة بطريقة البحث نقوم بتحديد النوع نقدان نستطيع البحث عن عدة السندات من خلال تحديد رقم السند من رقم إلى رقم أو البحث خلال فترة معينة من تحديد التاريخ نستطيع كذلك البحث من خلال رقم حساب تم إضافته في شاشة السندات الصرف أما في أسفل الشاشة فنلاحظ ثلاثة خيارات مرحلة غير مرحلة الكل إذا ما أشرنا على المرحلة وقمنا بالضغط على زر البحث نلاحظ ظهور جميع السندات التي تم ترحيلها فإذا ما اخترنا السند الأول مثلا فقمنا باستعراضه وأردنا التعديل نلاحظ أن السند مرحل لا يمكن تعديله أما إذا ما أردنا البحث عن السند غير المرحلة ما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم عند رقم المستند أو رقم الصندوق تقوم بتحديد بالضغط على F9 مثلا صندوق دولار ثم نذهب إلى رقم المستند ونقوم بالضغط على F8 ونقوم بالتأشر على غير مرحلة ثم البحث نلاحظ ظهور سندات غير مرحلة نلاحظ إذا ما أشرنا على أحدها واستعرضناه وقمنا بالضغط على زر التعديل نلاحظ أن النظام يسمح بعملية التعديل لأنه غير مرحل هنا خيار ثالث هو أن نقوم باستعرض جميع السندات المرحلة وغير المرحلة نقوم بتحديد رقم الصندوق مثلا صندوق ريال ثم جعل المؤشر عند رقم المستند ثم الضغط على F8 واختيار الكل طبعا نختار الكل باحث نلاحظ ظهور جميع السندات سواء المرحلة المؤشر أمام هنا مرحلة أو غير المرحلة طاهرة أمام هناك ليس مؤشر عليها هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية لاستعرض سندات الصرف هو من خلال التقارير فإذا ما خرجنا من سندات الصرف وذهبنا إلى التقارير السندات السندات النقدية وحددنا سندات صرف تظهر لديك العديد من الخيارات إما من رقم مستند إلى رقم أو خلال فترة معينة من تحديد من تاريخ إلى تاريخ أو تحدد الصندوق المراد البحث عن مثلا صندوق دولار كمثال ثم نقوم بضغط على اتباع نلاحظ ظهور سند الصرف ظاهر أمامكم بعملة دولار نستطيع أسرى جميع السندات واستعراضها من خلال الضغط على السهم الأسود نلاحظ يقوم بيظهر جميع السندات التي صرفت من الصندوق دولار فإذا ما أردنا مثلا من صندوق ريال فاخترنا طبعا تحليلي أي تفصيلي يظهر جميع البيانات الخاصة بكل سند ثم اتباعه نلاحظ ظهور السند بالشكل الظاهر أمامكم نستطيع استعراض جميع السندات بالضغط على السهم الأسود فيه على الشاشة مستند رقم اثنين وهكذا طبعا تحليلي أي يظهر جميع البيانات أما إذا ما أردنا إجمالي تظهر في صفحة واحدة نلاحظ ظهور السندات بشكل إجمالي رقم السند ومبلغ كل سند نكون بهذا قد قمنا بشرح خطوات البحث واستعراض سندات الصرف التي تم تنفيذها سواء سندات الصرف المرحلة أو غير المرحلة وسواء تم البحث والاستعراض من خلال سندات الصرف من نفس الشاشة أو من التقارير شكرا لكم